السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اللهم الاكتوا يصلون على النبي ايه الذين امانوا صلو عليه وسلم وتسليما كثيرا. اللهم بصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه الى وصحبه اجمعين. النهاردة كده باذن الله هنقدم لكم طريقة عمل سمك البلطي المقلي بطريقة جميلة جدا مترايس هالة وبسيطة جدا ان شاء الله طريقة ده تعجبكم. يلا بقى كده هنبدأ معكم الفيديو هنقول باسم الله. هنا كده اول حاجة ده معانا اللي هو السمك البلطي. ومعانا هنا ده ليها ريس والتوتوم مع الفلفل ويعود من الشابت والبعدونس او الكزبرة. معانا ده معانا كبيرة من الخلو الابيض وعصي الليمون معانا البهرات او التواب اللي موجودة معانا ده عبارة عن كركم وبابريكا وملح وبهار سمك وكمون وكزبرة. هنا بقى ده كده شكل السمك لما نظفناه كويس بقى معانا بالشكل ده. اه هنا بقى كده اول حاجة هبدأ اجيب ليها ريس والتوتوم. هنا ده كده ليها ريس والتوتوم مع الفلفل. اه ما شاء الله رحيتها جميلة جدا. هنا كده بقى ابدأ اضيف لها معلقة كبيرة اللي هي الخلو الابيض. واضيف لها معلقة كبيرة من العصي الليمون. هنا بقى كده هبدأ اقلب البهرات اللي موجودة معايا. هبدأ كده اقلبهم كده كواس مع بعض. طبعا التدبيلة والبهرات دياني بتطعم معانا السمك. بتدول كده طعم هايل جدا. ان شاء الله جربها تعجبكم جدا. هنا كده بدأ ناخد كده معلقة كده من البهرات. نزلت بهم كده على هاريس والتوتوم مع الخل والليمون. بابدأ كده اللبهم كده كويس مع بعض. ان شاء الله تدبيلة دي هايلة جدا. وان شاء الله تعجبكم. هنا بقى كده خلاص. قلبتها كده كويس. هبدأ بقى احشي السمك اللي موجود معايا. بابدأ كده اخذ الحشوة. وبابدأ اندل فيها كده بقلب السمكة. بابدأ كده طعم السمكة كويس. كلها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بتبدأ كده الطعام السمكة. وبتبدأ كده تتبليا كده كويس. بنبدأ كده ناخد الוא السوز اللي موجود معنا في التدبيلة او السويل زي ما enzymes شاهين بالشكل ده. بابدأ كده نوزعها على ظهر السمكة منبرة لان طبعا ما بينفعش ان احنا ناخد من هارسة التوم ونبدأ كده نوزع على ظهر السمك لان طبعا ده بيتحرق معنا في الزيت. بناخد بس كده الصوز او السويل. زي ما انتم شايفين ببدأ كده اخده بالمعلقة. وببدأ كده الدهون كده على ظهر السمكة منبرة. بحيط ان انا طعم معايا واشرب السمكة كده من التدبيلة. بنفس الطرقة ديانة. طرقة جميلة جدا. وطرقة سهلة وبسيطة. هنا كده بنبدأ برضك نتابل السمك بالطرقة ديانة. ببدأ كده هتابل السمك اللي موجود معايا كله بنفس الشكل ونفس الطريقة. هنا كده بنبدأ كده نتطعمها كلها وبنبدأ كده نحش قلب السمك كده كويس. ان شاء الله اجربوا الطرقة دي هتعجبكم جدا. هنا بقى كده خلاص ده كده شكل السمك لما تابلت كله كويس. هنا بقى كده هبدأ اجيب اللي هو بقيت عصير الليمون اللي موجود معانا وببدأ كده ارشه على ظهر السمك كله كويس زي ما انتم شايفين. هنا بقى كده بقى اجيب لي البهرات اللي موجودة معايا وببدأ بهر السمك كده. بنبدأ نبهر السمك اللي موجود معانا. طبعا البهرات دي هنت بتدي كده طعم وتستهيل جدا للسمك. ان شاء الله اجربوا اتعجبكم. هنا كده بنبدأ نقلب السمك برضك. ونبدأ كده نبهر الجنب التاني من السمك. هنا طبعا السمك كده بيطعم معانا من البهرات ومن التدبيلة ومن اللمون والخل. ان شاء الله هو بيتحمر كده. بتشمي احل سمك مقلي بالتدبيلة دي نت. بتقبقت الاي زفارة موجودة في السمك. وبدو له كده طعمه تستهيل جدا. اه هنا بقى كده زي ما انتم شايفين بهرت السمك اللي موجود معايا كله بالشكل ده. هنا ده بقى شوية البهرات اللي موجودة معايا. هبدأ كده قلبها على الدقيق اللي هغلب بالسمك. وده كده شكل السمك. لما خلاص طبيلته بقى جاهز معايا بالشكل ده. ممكن تسيبيه في التدبيلة دي نتحوالي من خمس لعشر دقايق. هنا بقى كده جبت اللي هو الدقيق بتاعي. وهبدأ كده اضوف اللي هو شوية البهرات اللي فضوله معايا زي ما انتم شايفين. بقى اه قلب الدقيق اللي موجود معايا بالبهرات. هنا بقى كده هبدأ كده اروح على البودجاز. هبدأ حط الطاصة بتاعتي كده على البودجاز. وهسيبها كده تسخن. اه هنا بقى كده حطط الطليل طاصة. وهبدأ كده اضيف كمية كده من الزيت. هنا كده بقى بقى سيب الزيت بقى يسخن. عما اه ابدأ اغلب بقى كده السمك. هنا بقى جبت كده طبق اه عشان اغلب السمك واطلعه عليه. هنا بقى كده هبدأ اخذ السمك اللي موجودة معايا. وهبدأ اغلفه في الدقيق اللي موجود اللي انتو شايفينه ده بعد اما بهرته كده بالبهرات. بابدأ كده اخذ السمكة وهبدأ اغلفها بالدقيق بالطريقة دي يا نت. بنبدأ كده نغلف السمك كلها كويس في الدقيق. هنا كده بنغلفها. وبعد كده بنبدأ ناخدها كده بين ايدينا ونبدأ كده ننفض اي دقيق زيد موجود على السمكة بحيث ان هو ما ينزلش معانا في الزيت ويتحرق مننا. هنا كده خلاص بنبدأ كده ننفض السمكة بعد اما غلفتها كده كويس. هنا كده برضا بابدأ اغلب بقت كمية السمك بنفس الطريقة. هنا بقى كده خلاص غلفت كده اتنين من السمك. بابدأ اغلب اتنين باتنين على قدا ما بحمة. اغلب كده على طول اتنين باتنين. هنا بقى كده خلاص الزيت سخن معانا. هبدأ اندل بقى بالسمك. هنا بقى كده بابدأ كده بقى السيبوك ده يتحمر ويستوى معانا كده في الزيت. انا بقى كده خلاص زمانتو شايفين بدأ كده السمك كده يتحمر معانا. بندق كده نقلوه على الجنب التاني. انا بردك بنسبوك ده لما يتحمر معانا من الجنب التاني ونرجع بردك تاني بندله كده تقليبة. انا بردك هيرجع اقلبه تاني. انا مش هقوله زمانتو شايفين هنا خلاص السمك احمر معانا وبقلوه جميل جدا. وده هنا كده خلاص السمك كده احمر واستوى معانا. بنبدأ كده انطلعه. هنا كده جبت طبق وفرت كده على المنديل من مناديل المطبخ وطلعت عليه السمك. هنا كده اي لو فيه اي طم او حاج او بوائي كده من حشو السمك نزل في الزيت بابتدأ كده اطلعه بالمعلقة. هنا بقى بردك غلبت كده اتنين من السمك. في كفر الدقيق ونزلت بردك بهم في الزيت. بابدأ احمر بقيت كمية السمك اللي موجودة معانا من نفس الطريقة دي ند. هنا كده بردك بابدأ كده ادل السمك اللي انا طلعته اللي اتحمر معانا. بابدأ ادلو كده تبيهرة كده من اللي هو الملح المبهر. هنا بقى كده خلاص زمانتو شايفين بسم الله ما شاء الله كده ادلوا الشكل النهائي للسمك لما اتحمر معانا بما شاء الله جميل جدا. وده كده شكل السمك لبلت المقلي بتاعنا النهاردة. ما شاء الله جميل جدا. كانت ر Lahui طعمه لذي س جدا. ان شاء الله جربه طريقة التدبيلة دي حتعجبكم جدا. وده كده اللي هو سمك بتبدل تقدم معاه. هنا عملنا معاه اللي هو الريض الابيض الماصريé. ما كنت يعميل صيادية. زي ما تحبي. انا هنا كده عملت معاه اللي هو الريض الابيض. وعملت معه ال سلطة. وقدمنا معاه بردك اللي هو المخلل وجزر مع الفلفل و ليمون وقدمت معاه بردك اللي هي الخضرة اللي هو الجرجير وكرات ممكن تقديم كرات بصل خضرة زي ما تحبي هنا دي كده بقى كانت وصفتنا النهاردة يا رب كده تنلقوا اعجابكم واتمنى تجربوها ما شاء الله حاجة جميلة جدا بتاكل احلى سمك بلت مقلي بالطريقة دي طعم وريح اقولون ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا طبعا حاولي كده على قد ما تقدر يكون لما تتبل اللي هي البهارات بتاعتك حاول كده تزويدي في البهارات بتاعتك اللي هو الكركم بدي لون وتستغيل جدا طبعا الكركم بنستخدمه في اللي هي الاسماك واللحوم والدواجر ما شاء الله جميل جدا وبيكون كده وصفتنا خلصة النهاردة وان شاء الله تنتظروني في وصفة جديدة او فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر